على جغرافيا تعددت فيها الفواعل ومناطق النفوذ سوريا التي باتت أرضها محكومة بمعادلات السيطرة العسكرية والتحالفات معادلات تتغير تبعاً لواقع التنافس والصراع المحلي والإقليمي والدولي تغير يؤذن حتماً بأن الاحتراب قد انتقل إلى مربع ووجهة جديدة صحيفة الجريدة الكويتية تنقل عن مصدر في فيلق القدس التابع للحارس الثوري الإيراني بأن اتفاقاً تم مؤخراً بين روسيا وإيران يقوم بمجبه حزب الله اللبناني بتسليم قسم كبير من أسلحته القديمة للعشائر العربية المتحالفة مع نظام الأسد في سوريا وتحصل كذلك موسكو على قسم من هذه الأسلحة والذخائر لإمداد قواتها في أوكرانيا وفي مقابل كل ذلك توافق روسيا على عبر أسلحة إيرانية من الجيل الجديد من سوريا إلى لبنان لتسليمها إلى حزب الله لم تتأخر ردود الفعل الإسرائيلية على هذا الخبر أو الاتفاق إن صح التعبير وسائل إعلام كصحف جورزالين بوست ومعاريف وصفت الخطوة بالمقلقة خصوصا من ناحية تحديث حزب الله لترسانة أسلحته بوساطة روسية حيث رأت بأن هذا الأمر من شأنه أن يمنح إيران أربعة انتصارات وهي مساعدة روسيا ومساعدة حزب الله وتهديد الولايات المتحدة وإسرائيل إذن إن صح ما سبق ستكون المنطقة عموما والسوريا خصوصا على أبواب مرحلة جديدة من الصراع قد يكون وجود قآن شرق سوريا منذ أيام وانحراف بوصولة القصف الإسرائيلي نحو الشرق أولى علامات دخول هذه المرحلة ترجمة نانسي قنقر